للمزيد معنا من إسطنبول باحث في العلاقات الدولية والشؤون التركية الدكتور مهند حافظ أولو دكتور مهند مرحبا بك معنا دعنا بداية نتحدث عن بيان الرئاسة وعن إقرار أيضا وزارة الدفاع التركية بطائرة مسلحة تم إسقاطها بسبب تقديرات فنية مختلفة حسب الجانب التركي ونحن نتحدث ربما المرة الأولى لتسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا الحليفة في النيتو بأي تبعات برأيك وهل هذا سيقودنا إلى مزيد من التنسيق في قادم الأيام أم مزيد من التصعيد سعيد أوقاتنا أستاذ إيمان وجميع المشاهدين بالفعل واشنطن قالت بأن أسقطت طائرة المسيرة التركية معتذرة بأنها قد تخوفت على قواتها من هذه المسيرة ربما كانت تظنها أنها مسيرة إيرانية أو ما شابه ولكن ما لفت نظري في تصريحات واشنطن هو أنها لم تعترض على الطيران التركي ولم تطلب من تركيا أن لا تكون هناك طيران مسير مرة أخرى في تلك المناطق التي فيها القوات الأمريكية هذا يعني أن التنسيق سيكون أكثر متانة وسوف يكون أكثر وضوحا وسوف تتجنب الكثير من هذه الضربات سيما أن وزير الخارجي حكام في دان قبل بدء العمليات وبعد الهجوم الإرهابي في أنقرة كان قد نبه وحذر وهذا ما جعل واشنطن تعتذر من تركيا بشكل عملي من أنه حذر الأطراف الثالثة من أن لا تقترب من تلك الأهداف التي سوف تكون مشروعة لتركيا بناء عليه القادم الأيام سوف يكون في تصعيد ضد حزب العمال الكردستاني وضد قسد سواء في العراق أو في سوريا مع موافقة ضمنية أمريكية على ما تقوم به تركيا لأن العمل الإرهابي الذي ضرب أنقرة لم يكن سهلا وكان من المتوقع أن تكون هناك ردود قوية وقاسية من تركيا وهذا ما لم تفهمه لا قسد ولا حزب العمال الكردستاني ولكن بالنسبة لولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية شريك تدافع عنه وهو شريكها على الأرض هل يمكن أن تتخلى عنهم واشنطن؟ هل هناك أي مؤشرات خاصة أنه ما دار الحديث عنه بالنسبة للاتصال الذي تم بين وزير الدفاع ونظير الأمريكي أو حتى على مستوى قيادة الأركان جاءت الرواية على لسان تركي بينما ما تم النقاش فيه وأن تركيا مستعدة لشان معركة مشتركة ضد داعش وليس قسد مع الولايات المتحدة يعني على الأقل واشنطن لن تتخلى عن تركيا بطبيعة الحال وعلى الأقل واشنطن تريد أن تؤدب قسد الذي تظن بأن نفسها قد أصبحت دولة وأنها تعترض على الكثير من التعليمات الأمريكية والتعامل مع إيران أحيانا وتتجه نحو دمشق أحيانا أخرى هناك الكثير من التحركات منفردة قسد بها أو لدارة ذاتية ليس ضمن التعليمات الأمريكية هذا أولا ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية لطالما تريد أن تخلط الماء مع النار تريد أن تقول أن حزب العمال الكردستاني إرهابي وهو مصنف لديها على أنه تنظيم إرهابي ولكن قسد هي حليفة وفي نفس الوقت تركيا هي حليفة وشركة في الناتوم يعني هذا الأمر أصبح ليس على حزب العمال الكردستاني دكتور مهند ولكن تمييز هو في وحدات الحماية الكردية لتعتبرها تركيا إرهابية ولكن بالنسبة لولايات المتحدة بالنسبة لبريطانيا بالنسبة للحلفاء في الناتو حلفاء الأتراك لا يعتبرونها إرهابية وهنا ربما مكمن الخلاف هذا الذي تتساءل عنه تركيا وتقول أليس رئيس قسد وزعيمهم أليس كان متدربا وكان أحد القادة في جبال قنديل يعني أليس هو أمتداد لحزب العمال الكردستاني هو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني قفز فوق الحقائق هذا لن يؤتي إلى نتيجة حقيقية ولكن القادم الأيام في السؤال الإطار العام الذي طرحته هو أن العملية البرية لن تكون إلا إذا قامت قسد بعمليات إرهابية في أكثر من منطقة بمعنى إذا ما كانت هناك عدم انضباط وعدم الالتزام بالتعليمات الأمريكية بأن لا تكون هناك ضربات وهجمات إرهابية من قبلهم على هذا الرد التركي الغاضب فإن العملية العسكرية سوف تكون متاحة وإلا إذا ما التزموا بعدم الخروقات مرة أخرى وعدم الذهاب نحو عمليات إرهابية وحاولوا الوصول بطريقة ما مع الداعمين له معاني هنا بلولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص إلى تسويات سياسية فإن العملية البرية لن تكون العملية البرية سوف تكون إذا ما أضطرت أنقرة إليها ورأت بأنه لابد منها كعمل جراحي واستقصال لذلك الإرهاب وإلا فإن الأمور سوف تبقى في الضربات الجوية وإنها سوف تستمر لمدة ليست بيئة قصيرة شكرا جزيلا لك إذن من إسطنبول باحث في العلاقات الدولية والشؤون التركية دكتور مهند حافظ أغلو